السلام عليكم أخباركم بيمن ورين دايما معي هنا بس عدد بيكم في كل وقت وفي كل أولان يا مرحب يا مرحب يا أهلا ببني شارك سعادة غامرة عامرة دايما بقول الله وبيزن الحقيقة أنه وقت بسيط ومباراة الجونة والزمالك سوف تظهر في الأفق لكن أنا حبيت أطلع بالفيديو يعني عن ما قبل وما بعد مباراة الجونة ما قبل مباراة الجونة هي استعدادات الزمالك لاستقبال والتعامل مع فريرا المدير الفني الجديد البرتغالي صاحب الشخصية صاحب السمعة اللي سبقاه اللي الكل منتظر الكل يهابو الكل قلقان الكل 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 كمية الكل كتيرة جدا جمهور ولعيبة وإقدارة وإعلام الكل منتظر هذا الرجل سمعة سابقة ومسبقة قدرة وشخصية وحكايات عنه مخلية الكل ينتبه لوصوله وفعله ومن هنا هلتكلم وهلتحرك في حبة حاجات المكان موجود في ريرا في الأول المرة في 2015 مكانش شيكا بالا مرتاح مع الراجل مكانش شيكا بالا مرتاح ومن ثم دلوقتي يطلع كلام إن شيكا مش هيبقى مرتاح وإنه الراجل ممكن يبقى يعني يواخد موقف ويشايف حاجات وبعض يقول لك لأ شيكا بالا لازم يبقى موجود والشيكا بالا لازم يبقى مستمر وهو 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 تفاصيل وكأن شيكا بالا هيمشي وكأن فريرا شخصاني طول ما اللاعب بيدي وبيلعب وبيكتهد هيلعب سين صاد جيم لا منون أي الحكاة ولا بقول لكم إنه من اللعيبة اللي ممكن تكون لها في اللحظات اهو عدو 35 سنة اهو شيكا بالا ولا البعض 30 سنة في الوقت ده ممكن يستفيد من هذا الرجل إن قرر شيكا بالا والقرار في جيدة شيكا بالا أنه يلتزم بما يقوله الرجل له وإنه حالة العصبية اللي ساعد بيبتظر عند شيكا والنيرف العالي والعصبية دي قدر يخفيها ويبعدها الفترة دي ممكن نشوف شيكا بالا مختلف تماما شخصية وقصة وحكاية ملهاش أي علاقة باللي احنا شفنا قبل كده ليه لأن المدير الفني ده مش أي مدير فنش أنت ببالغ يا شادي وراجل لسا عمل حاجة وراجل لا أقول لكم يا غير ما شوف سطروا لعيبة في الزمانك بتعمل تيك تيك وانضباط تيك تيك لا غبرة عليه النتيجة بتاعت ربنا على فكرة يعني في الآخر أنت اكتهد وربيه سبحانه وتعالى هيكتب بيكتبه لكن الحقيقة أنه اللي احنا بنتكلم فيه واللي احنا قاعدين نتكلم عن أن الرجل هيعمل وهيعمل في أنه اللعبة دي العناصر دي اللي فيها جودة عالية جدا أنا أعتبرها أنها أكتر من كجودة ولعبة أفضل من اللعبة اللي كانت معاه في 2015 وقال لكم إن اللعبة دي لو قررت تلتزم وتسمع الكلام وتنفذ كلام هذا الرجل البروفيسير فعلا وقولا ستجدون أداء غير عادي ومميز واللعبة دي مع التنفيذ وعندها الروح اختراق عارفين الطائرات اللي بتعمل اختراق الصوت كده هو ده بالضبط اللي ممكن يحسن تلاقي اختراق للبطولات يشال انت ببالة والأهوية عدوه أنا أقول لكم اللي شايفه اللي أنا متوقعه لكن في جميع الأحوال الموضوع كله بإيه بإيه ربنا سبحانه وتعالى لكن اللعبة عندها حافز إنها تثبت نفسها عندها دلوقتي مدير فني هيتعلموا منه سمعين من زملاتهم اللي كانوا موجودين أو زملاتهم اللي مشوا إن الراجل ده شخصية عادلة جدا وبيدي لكل لعب حقه واللعب يلتزم يلاقيه هو واقف جنبه وبيدعمه وطارق حامد دليل وقتلكوا الحكاية دي طارق حامد دليل سته شهور ما بيلعبش تحت ايده آخر لوقات لعب لكن تعلم استفاد فبقى طارق حامد دلوقتي اللي مش هيستفيد من اللعبة دي من فريرا عشان بعد سنة يبقى حاجة تانية يبقى دي غلطته وبقول هنا وبذكر الأسماء اهو أنا بقول أسماء بقول إمام عشور وبقول أحمد كتوح والحسام أشرف بقول المجموعة الشباب دول وأحمد عيد اللي اربعة دول لو ما استفادوش من الراجل ده وتعلموا وتركزهم وانتباههم بقى في المماتشاط يبقى انت خسار أخونا سيفي الجزيري نفس الشيء انت لسه قاعد مع الزمالك ويه قدامك لو انت تحسنت بحدش يجي ناحيتك فبالتالي الراجل ده هيفيد الكل شي كبالة هيستفيد سيفي يستفيد إمامي يستفيد استفادة غير عادية وغير مسبوقة كمان في نفس الوقت طبعا انتو سامعين ايه الحق ده زمالك بيجيب كينو الحق ده الزمالك بيفوض بن رمضان محمد بن رمضان لعب ترجوه لعب ممتاز وياريت يجي وكينو لعب ممتازين مش ممتاز واحد وياريت يجي احدش يكره لانه ده معناه ان انت بتقوي الاسكوادة او القايمة اللي موجودة في الزمالك والعناصر بعناصر مميزة جدا 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 وانحنا كمان شوفناها الصاد عنينا سواء محمد بن رمضان او كينو طبعا شوفنا كينو عمل ايه مع اخواتنا في بيرامنز في الموسم الاول تمام والراتب بتاعه مليون ونص اثنين مليون مقبول والزجم يدفعه لان كان هيدفعه لفرجاني وممكن يدفعه لاخونا بن شرقي اذا انا بقول انه لو عندي قدرة ان انا اتعاقد مع كينو فا اتعاقد الان الان وليس غدا بالقيمة دي هو اشكر اخونا بن شرقي يروح يشوف تجربة اخرى ونشوف الحكاية بتاعته راحة فينه جاي منين عشان كده انا بقول لكم بشكل واضح وامين ان المعلومات المتدولة عن موضوع محمد بن رمضان او كينو لا ترتقي الى الحقيقة لكن موجودين في الصورة اه من ضمن اسماء موجودة في الصورة وممكن الزمالك ياخد اجراء كمان اه ياخد اجراء يعني يتفاوض اه ممكن يتفاوض ممكن يتعاقد اه ممكن يتعاقد الزمالك جاي له في نهاية الموسم ده ما لا يقل من بيع لانه خلي بالكو جلت اسراي هيجي محام مصطفى محمد وزيت لي خمستاشر في المية وبالتالي ما هيدفع لك اربعة وغير الخمستاشر في المية فهو على الان يبقى بايع اخونا مصطفى محمد با 12-13 مليون يورو تاخد انت منهم اربعة والتوتالة بتاعتك من ال 12-13 مليون مليون ونص فانت ممكن يجي لك من محطفى محمد بس في الصفية دي حوالي 6 مليون دولار غير للتين اللي راحوا بقى يعني ايان كان اللي جون في الاول 6 مليون دولار لا تقرف تجيب لعيبة اسماء وقيمة فنية كويسة غير اللي ممكن تبيع لعب من هنا او هنا او هنا كل ده جايز وكل ده مقبول وعشان كده ذا كيب معه فلوس ما تقلقوش من ناحية الفلوس نهائي لكن الزمانك لم يدخل حتى الان في مفاوضات حقيقية مع بن رمضان او كينو انتظارا للبروفيسير هذا الرجل الذي اصبح الان يملك القرار الفني في التعاقد مع اللعيبة واستمرار اللعيبة او عدم استمرار اللعيبة بشكل امين جدا جدا عشان كده هنروح بقى للي موجودين خلي بقى لكم ان المشامر دولار نصوري ما تكلم اليومين اللي فاتوا جاب فيديو في محمد ابو جبل وفي عمر السعيد وفي حازم امام وفي رزاق سي 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 وقال ان طارق قعد وقال ان بنت شرق يأكد فدي ستة من اصل ايه كان فيه حداشر الاول بالاتكلم عنهم وراح منهم او كمان تلاتاشر لان التلاتاشر لعب اه فيه تلاتاشر لعب كانوا مفروض في ينين يمشوا يقدروا يقعوا احد منهم اتنين حسين لبيب لحقهم او محمود الوينش واخوله احمد سيد زيسو خلصنا وكمان عبدالله جمعه تمام ادي التلات عود اللي خلصته من لجنة السابق بقى بقى حداشر مين هم الحداشر الحداشر كان محمد عبدالشافي محمود محمود عب عزيز زيزو مصطفى فتحي وناجم احمد اشرف روقة طارق حامد محمد ابو جبل عمر السعيد من تاني رزاق سي سيه بن شرقه حداشر لعب راح مين في الحداشر دول مشي اخونا محمد عشافي وقع اخونا مع محمود ابو عزيز وصفى فتحي مشوا والستة قعدوا بقى اتنين الاتنين دول اناجم اناجم ومحمد عشرف روقة محدش اتكلم عنهم خالص لأهم ما قالوا ان احنا عايزين اني جدد ولا زباني كان انا عايزة اتجدد لهم ولا اي حد الحقيقة ان اوراقهم تم احالتها زي بيقولوا كده لفريرا تحويل اوراق روقة واناجم الى فريرا هو اللي هيقرر في نهاية الموسم لا محمد عشرف روقة ممكن يقعب معك لنهاية الموسم لكن ممكن جدا اناجم يمشي في مايو او يونيو بالكتير اذا هنعرف ازاي عادي ونقب ونقب على شغل بقى فريرا اللي هيقول لنا انا عاوز العبدي ولا مش عاوز المعلومة اللي عندي ان الوداد اتفق بالفعل على اعادة محمد ونجم خلاص والوداد اتصل لاتفاق مع ونجم للعودة ادي واحد اتنين محمد عشرف روقة جايلو عرض من الناديين النادي لذلك قبله الجونة والنادي البنك الاهلي الاثنين عرضين على محمد عشرف روقة التعاقب معها من الموسم الجديد او راجل فريق يعني يمضي دلوقتي وياخد فيوسه لو اعيزها ويتنفق وسلام عليكم لكن كل الامور حتى هما الاثنين موقفين للقنانات النهائية انتظارا للراجل ده هلتزموا وهينفزوا يمكن يمكن عشرف روقة يقعد يسمع يلاقي بيتعلم منه وينفز فيقول لك لا انا عايزه ونفس الشيء قناب الراجل ممكن يستفيد منهم اه ممكن يستفيد منهم اذا اوراقهم بالفعل في يد فريرة بمناسبة فريرة فريرة برضو طلب ان كابتن اسماعيل يوسف يعود يعود فالزمالك تواصل مع كابتن اسماعيل يوسف وكاسف يوسف قال في كل مكان انه بالفعل زمالك تواصل معي لانه عود لرئيس الجهاز رئيس جهاز كرة القدم في ندي الزمالك طيب ايه اللي حصل الحكاية النفريرا هو اللي طلب الكابتن اسماعيل يوسف للعودة لانه اشتغل معه وعرف طريقته في العمل فعاوزه بيعرف تعامل مع اللعيبة ازاي بيحتوي برضو اللعيبة وكمان وجود اخونا امير مرتدق ومدير رياضي او مشرف عمع الكورة يعني انت عندك دولة الكورة ممكن يبقى في يد في يد تلاتة يشرف عليهم رابعة التلاتة اللي في ايدهم دولة الكورة بتاعت الزمالك لو جهت كابتن اسماعيل يوسف هيبقى امير مرتدق والكابتن جهاز الحميد والكابتن اسماعيل يوسف قدي التلاتة ويشرف عليهم مرتدق منصور كرابع دولة اربعة اللي هبه يملكوا قرارات كرة القدم والفريق الاول تعاقدات ورحيل تجديد وانهاء واستغناء هم دول كابتن اسماعيل يوسف يقترب وبشدة للعودة متوقف على قرار زد زد حاليا كنادي موسط الجدول يعني في الاماكن الامن زي ما بيقولوا في الدرجة التانية ومنسمى ومش يقدر يصعد المسافة كبرت فبالتالي ممكن ان الكابتن اسماعيل يسيب زد ويجي نيبقى رئيس الجهاز الكروي في نادي الزماني هنشوف امتى الكلام ده ممكن من بعد الوداد نشوف كل التفاصيل اللي زي دي حاجة اخيرة عمر كمال عبد الواحد الكابتن شويل النهاردة قال انه عمر مصمم ومصر على نادي الزماني قلتلكم من شهر وارجعوا الفيديوهات بتاعتي ان كلمة شرف هي اللي بقى عادة حاليا عمر كمال عبد واحد في الزماني اصراره على تنفيذ كلمة الشرف لانه ما وقع ما وقع مع فيوتشر كان هو منوش سيطرة عليه لانه ممنوع من القيد فالراجل حر لكن كلمة الشرف اللي قالها انا راجع الزماني ويوقع ويحط باند في الفيوتشر انه لازم يوافق هو على الاستمرار عشان ينفذ وانه يلحالة الوحيدة انه ماينفسي العقد انه يقول انا مش راح الزماني لكن لو قال الفيوتشر انا رايح الزماني اغلق الباب ويعود للزماني ينفذ عقده هذا اللي تقال هذا اللي قلته وبعيده تاني كلمة الشرف هي اللي بقى عادة او هي السبب في انه عمر كمال عبد واحد ان شاء الله تعالى سيكون في الزماني الموسم الجاي افتكروا ان اللاعب اللي صاحب كلمة حاجة لازم تحترمها لا شك في هذا القريب سلام اشتركوا في القناة inery